بما أن موضوع الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي تغيير عقلية المواطن لإعادة بناء شاد في عهد الجمهورية الخامسة فإن رئيس المجلس الدكتور أحمد محمد انبدو برفقة مستشار الجمهورية أشرف صباح هذا الثلاثاء على رفع العالم الوطني بمباني المجلس مصحوبة بقراءة النشيد الوطني الجادي خطوة وصفها رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي الدكتور أحمد محمد انبدو بتعزيز دور المجلس في تغيير سلوكيات المواطنين وأن الدورة المنعقدة حاليا سيناقش فيها مستشار الجمهورية السبل الكفيلة لتحقيق الغاية المنشودة ونشر إلى أن فعاليات الدورة العادية المدية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي تستمر حتى التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري ترجمة نانسي قنقر